السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعين الكرام معكم نونا الحجيري باذن الله النهاردة الوصفة بتاعتنا فاخرة جدا الوصفة بتاعتنا لعشاء الشوكولاتة انامل مع بعض باسكويت من طبقتين هو بتابع الشوكولاتة وبتغطس في الشوكولاتة وكمان عاملاه بطريقة مميزة جدا واخد من السبله على البتيفور حاجة كده طعمها وهم ده غير الشكل المميز حبي تميزه شوية بحاجة معينة علشان يبقى فيه طابع غير كل البسكويت البسكوت بتاعنا يتقدم معه الشاي يتقدم معه القهوة يتقدم معه المنزلات وممكن كمان ناخده معانا كهدية لو راحين زيارة لحد شايفين البسكوت ده قد ايه خفيفة ونعمة فعلا واخد نعومة البتيفور يلا بنا ندخل ونشوف المأدير وطريقة التحضير بسم الله اول حاجة معايا كوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ يعني مش متجمدة ومش صيحة جدا وحضيف عليها معلقتين كبار من الزيت وكوباية الا 3 معالق من السكر البودر وحضيف عليهم بيضة بس حخلة الاول الزبدة مع السكر بالمضرب الكهربائي بعد كده ضفت البيضة وعليها 2 باكت من الفانيليا وخفقتهم برضو بالمضرب الكهربائي بعد كده ضفت عليها كوبايتين من الدقيق المنخول ونص كوباية من النشا ونص كوباية من الككاو الخام المر يكون طبعا نوع جيد عشان يعلي التست بتاع البسكويت وحضيف عليهم معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج بودر وفيه طبعا زرة من الملح او رشة ملح بضفها على الدقيق دايما علشان ما نسهاش وبديهم تقليبة بالمعلقة الخشب اول ما يبدأ يبقى معايا العجينة زي ما احنا شايفين ببدأ اللي ماها بأدية انا مش بعجن البسكويت مش بيتعجن هو بيتجمع بس بعد كده مساكت القطعة من العجينة لقيتها طرية جدا وتقدر تتشكل خلاص حد اشتغل فردت كيس تلاجة وحطيت العجينة جزء منها طبعا وعليها كيسة تانية من التلاجة ممكن بدل كياس التلاجة دي نشتغل على ورق زبدة وبدأت ان انا افرت بالان الشابة بتاعتي وبعد كده هقطعها على شكل دائري عندنا قطعها تمام ما عندناش نشتغل بأي كوباية حبيت بس ان انا اقرب ليكم العجينة اوريكم السمك بتاع البسكويت او الكوكيز النهاردة ادي السمك بتاعه مش بيبقى تخين جدا لاني بعمل حسابي اني طبعا فيه بيكنج بودر بعد كده دخلت الصاج على الرف الوسطاني في الفرن بتاعي بتكون سبقة التسخين الفرن لازم تكون سخنة الاول ادي شكل البسكويت بعد ما استوى مش ببدأ اشتغل فيه خالص غير لما يبرد شوية عندي شوكولاتة دارك شوكولاتة خام سيحتها في كيس في الماكرويف وبدأت اعمل زي ما احنا شايفين على كل القطعة من البسكويت بحط شوية يعني مقدر معلقة كبيرة من الشوكولاتة السايحة الشوكولاتة ما فيهاش اي حاجة غير معلقة صغيرة من الزيت ادي شكلها بعد كده بوزحها بالمعلقة بظهر المعلقة شايفين ده هيبقى الشكل الخارجي للبسكويت بتاعنا طبعا عملت اربعة غطتهم بالشوكولاتة واربعة جنبهم سادة لان ده اللي هيبقى طبقة اللي هتحط فيها الحشوة بعد كده بدأت اوزع شوية من الشوكولاتة وبدأت اقفل عليها بالطبقة اللي غطتها يعني ادي البسكويتة بقت متغطية بالشوكولاتة طبقتين طبقة من فوق عليها الشوكولات والطبقة التحتانية ما عليهاش يعني ما غطستش الشوكولاتة كلها لا انا اكتفيت تبقى طبقة وطبقة وعندي شوية من البسكويت برضو سبته فاضي زي ما احنا شايفين ما حطتش عليه حاجة سبته سادة بعد كده ادي شكل البسكويتة طبعا كسرتها قدامك عشان تشوفوها قد ايه العجينة نكحة ومقدار بتاعها مزبوط جدا جدا بعد كده لما شوكولاتة دخلتها التلاجة مسكت شوية لان احنا طبعا في السيف والجو حر لو في الشتاء الشوكولات بتمسك بسرعة اديتها طابع مميز شوية من الجليتر الغذائي الجليتر ده بيبقى موجود عنده مستلزمات الحلوانية حبيت ان انا ادلع البسكويتة شوية فحطيت عليها كل واحدة رشية رشة مش رسمة معينة ومش شكل معين مجرد ان انا نقطت بالجليتر على كل واحدة وبعد كده بدأت ان انا اوزع بالمنجيل اللي هو بتاع المطبخ اللي بنطلع عليه الاكل وزعت كده ومسحت الجليتر طبعا مع التعريجة بتاع الظهر المعلقة فمديها تمويجة حلوة جدا للبسكويتة وقادي شكلها قادي دي واحدة محشية النص الفؤاني علي شوكلت والنص التحتاني الظهر ما لهوش جربوها طعمها رائعة فوق الطحفة تستاهل التجربة ما تعرفوهاش اذا كانت بسكويت او سبلي او بتيفور كانت معكم الناحجيري صحتين وهناع لقلوبكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة